موسيقى رئيس مجلس الشيوخ يتوجه اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد الرفيع للعاصمة الفرنسية باريس اطلاق نار على مركز تجنيد لجيش الروسي في سيبيريا ومقتل وإصابة العشرات في اطلاق نار بمدرسة وسط روسيا وبوتين يعتبره عملا إرهابيا ملظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي وتتوقع موصلة دفع ثمن الحرب بأوكرانيا في 2023 الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جران نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم يتوجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع للعاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جرار لرشي تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات البرلمانية التي تجمع بين البلدين وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط قرابة 34 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 63 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت كما تم ضبط 719 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 66 قضية خبز نقص الوزن وتسعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه من المتوقع أن يعاود مجلس النواب العراقي عقد جلساته خلال الفترة المقبلة بعد تعطله الفترة الماضية بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021 وتعطر تشكيل حكومة جديدة شهد محيط مجلس النواب اللبناني أعمال عنف ومشدات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس وذلك بتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي والمخصصة لحسم مشروع القانون قانون الموازنة العامة للدولة وقام عدد من المشاركين في المظاهرة بالدخول لساحة النجمة في محاولة للوصول إلى المجلس النيابي إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات على صعيد متصل يواصل مجلس النواب اللبناني دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وسط مناقشات ساخنة حول مشروع القانون الذي يأتي على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة استأنفت بعض المصارف في لبنان استأنفت عملها اليوم بعد إغلاق لمدة خمسة أيام في أعقاب سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مدعين يطالبون بسحب أموالهم من حساباتهم المجمدة وقالت جمعية مصارف لبنان إن قرار استئناف العمل اتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة العملاء والموظفين على حد سواء أصيب مفوض عسكري روسي مشرف على مركز تجنيد جرى إطلاق النار على مركز للتجنيد في سيبريا يأتي ذلك في حين تشهد روسيا تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا وقال حاكم المنطقة الروسية إنه تم نقل المفوض العسكري إلى المستشفى في حالة خطرة من ناحية أخرى سقط ما لا يقل عن ستة قتلى ونحو عشرين جريحا من بينهم أطفال في إطلاق نار في مدرسة وسط روسيا وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية الروسية التي أشارت إلى أن المنفذ انتحر من جهته ندد الرئيس الروسي بلعدمير بوتين بالحادث الذي وصفه بالإرهابي وغير الإنسانية دعا الرئيس الروسي بلعدمير بوتين الدول الغربية إلى معاملة بلاده باحترام جاء ذلك خلال لقائه مع نظره البيلاروسي أليكزندر لوكاشينكو في مدينة سوتي بجنوب روسيا وسيعقد رئيسان اجتماعا لبحث العمل في إطار دولة الاتحاد والخطط المشتركة في قطاعي الكيمياء والغذاء وتوريد الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية أقر الكريملين بحدوث أخطاء في جهود استدعاء مئات آلاف الجنود جنود الاحتياط للمشاركة في القتال في أوكرانيا وأكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه تم تسجيل حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء مشددا على أن السلطات لم تتخذ القرار بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سن القتال قالت بريطانيا أن الدفعات الأولى من قوات الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية لروسيا بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا ستواجه الآن تحديا إداريا ولوجستيا لتوفير التدريب لهذه القوات كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع الأسبوع الماضي مرسوما بشأن التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده عثرت على مقبرتين جماعيتين أخرين تضمن مئات الجثث لأشخاص من بلدة إيزيوم التي استردتها كييف من روسيا في الشمال الشرقي هذا الشهر وخلال تصريحات تلفزيونية دعا زيلنسكي لاستمرار الضغط بالعقوبات على روسيا التي تردتها القوات الأوكرانية من الشمال الشرقي بعد هجوم مضاد هذا الشهر ولم تعلق السلطات الروسية على تأكيد زيلنسكي باكتشاف المقبرتين في وقت تنفي فيه موسكو دائما ارتكاب أعمال وحشية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا أو باستهداف مدنيين أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية أعلنت أن طائرتين مسيرتين أطلقت هما القوات الروسية على منطقة أوديستا في أوكرانيا أصابت أهدافا عسكرية وأضافت القوات الأوكرانية أن القصف تسبب في نشوب حريق وتفجير ذخيرة لافتة إلى أنه تم إجلاء المدنيين نتيجة إطلاق نار واسع النطاق قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفييل جروسي إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة الذرية في أوكرانيا غير مقبول وشدد جروسي على ضرورة العمل على تجنب حدوث خطر نووية هذا وتعرضت المحطة لأكثر من هجوم خلال الأسابيع الماضية وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا والتي تخضع منذ أواء المارس لسيطرة القوات الروسية دخلت الأزمة الأوكرانية شهرها الثامن مع تبدد آمال الحل وسط تصعيد روسي بقرار لتعبئة قوات الاحتياط بالمقابل يحشد الغرب مساعداته العسكرية تحت لواء الجيش الأوكراني في محاولة لإنهاء العملية العسكرية الروسية ولما بات العالم على أعتاب الشهر الثامن من بدء الأزمة الأوكرانية أصبح التحذير من استخدام السلاح النووي في الصراع هو العنوان الأبرز آخر تلك التحذيرات جاءت من الولايات المتحدة أكبر داعم أوكرانيا الغربيين بالسلاح حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن بلاده سترد بحسب على أي استخدام للأسلحة النووية من روسيا ضد أوكرانيا منوها إلى العواقب الكارثية التي ستواجهها موسكو حال لجوئها إلى هذا الخيار تصريحات السوليفان هي أحدث تحذير أمريكي بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي في كلمة أعلن خلالها أيضا أول تعبئة عسكرية لبلاده منذ الحرب العالمية الثانية مستشار الأمن القومي الأمريكي كان حاسما وقال إن الولايات المتحدة سترد بحسم إذا ما قرر الرئيس بوتين استخدام السلاح النووي في النزاع ولم يصف سوليفا طبيعة الرد الأمريكية لكنه قال إن الولايات المتحدة أوضحت لروسيا خلال اتصالات خاصة ما سيعنيه ذلك بكل دقة وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بوتين بتوجيه تهديدات نووية سافرة ضد أوروبا في تجاهل للمسؤوليات التي يوجبها حظر انتشار الأسلحة النووية أما وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف فقال ردا على سؤال عما إذا كان لدى بلاده مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق الجاري تنظيم استفتاءات بها وضمها إلى الأراضي الروسية قال إن جميع الأراضي تخضع لحماية الدولة بشكل كامل تصريحات روسية عديدة تأتي في هذا الصياق من ضمنها أيضا ما قاله الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفديف عندما قال إن أي أسلحة في ترسانة موسكو بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها في روسيا تهديدات روسية متواصلة تقابلها تحذيرات غربية حاسمة بشأن السلاح النووي تنذر بدخول الصراع مرحلة جديدة ربما لا يمكن معرفة حجم تداعيتها على روسيا وأوكرانيا والعالم أيضا تراجعت بورصة موسكو بنسبة 10% مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي يأتي الانخفاض الشديد على خلفية التعبئة الجزئية لتعزيز القوات العسكرية المشاركة في أوكرانيا في وقت تجرى فيه استفتاءات على ضم أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا وفي جنوبها أهلا بكم من جديد توقعت منظمة التعاون والتنمية أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا فيما خفضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل مع دفع أوروبا الثمن الأكبر وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.2% في مقابل 2.8% في توقعاتها السابقة في يونيو وقدرت المنظمة الخسائر المالية العالمية المتوقعة العام المقبل بي 2.800 مليار دولار لافتة إلى أن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر قال وزير المالية الفرنسية برونو لومير قال إن مكافحة التضخم هي الأولوية الكبرى لبلاده ضمن ميزانية 2023 بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وأضف لومير أنه تم تقصص 45 مليار يورو العام المقبل للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15% في تلك الأثناء قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن ملف إصلاح البلاد إصلاح المعاشات في البلاد يعد أولوية وأنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في نهاية الأسبوع الجاري قال رفايل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي في أطلنتا إنه لا يزال يعتقد أنه بإمكان البنك ترويض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف وذلك لتجنب ما وصفه بالألم العميق وأضاف بوستيك كان معدل تضخم أصبح مرتفعا جدا حيث وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود كان المركزي الأمريكي قد وافق الأربعاء الماضي على الزيادة الثالثة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 34 نقطة مئوية أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تريد الضغط على بروكسل لوضع خطط هذا الأسبوع لوضع حد أقصى على مستوى الكتلة لأسعار الغاز واقترح الاتحاد الأوروبي حزمة من الإجراءات الطارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من هذا الشهر لكنه ابتعد عن تحديد سقف لأسعار الغاز وهي فكرة أدت إلى انقسام دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة وتقول ألمانيا وهولندا والدنمارك إن وضع حد أقصى للأسعار قد يعرض أمن الإمدادات للخطر من خلال تقويد قدرة الاتحاد الأوروبي على جذب شحنات الغاز هذا الشتاء قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة تعمل بشكل عاجل على إيجاد حل شامل لمشاكل الغاز في البلاد وأضاف المتحدث أن الحكومة تناقش ما إذا كانت الضريبة على فواتير المستهلكين ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر كما هو مخطط أم لا معربا عن أمله في تقديم الحل في غضون أيام قليلة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا حسين خضر عضو مجلس مدينة هيدن هاوزن الألمانية يا أستاذ حسين بعد التحية بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية لحل المشاكل مشاكل الغاز في البلاد لحل مشاكل لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الغاز في البلاد كيف هو الوضع الآن في ألمانيا تحيط الحدثة لكل أستاذ المشاهدين طبعا ألمانيا منذ بداية الأزمة كانت متوقعا روسيا ستتخذ خطوات ضغط كتير جدا سيء اللي حصل من فترة بتعطلهم حتى التوصيل من خلال نورد تريم والأمور دي كلها كان معمول حسابها بشكل جيد جدا بدأت ألمانيا من البداية خالص أنها تنوع مصادر الطاقة بتاعتها وده شفنات نقاءات ومقابلات كتير جدا وزيارات وعقود تم إبربها سواء مع دول عربية أو دول في شمال أفريقيا أو دول أفريقية وبعض الدول الأسيوية إلى جانب طبعا التعاون مع بعض الدول الأوروبية اللي تقدر هي كمان أنها تزود الدول زي ألمانيا بالغاني طبيعي شفنا كمان فيه نظام أوروبي بشكل كبير جدا أن الدول اللي عندها كميات كبيرة من الغاز أو عندها فقد أنها تبدو الدول اللي محتاجة شفنا تفعيل بعض المحطات التوليد من خلال الالطاقة النووية في بعض الدول الأوروبية زي فرنسا شفنا بعض الدول زي ألمانيا بدأت تشغل محطات التوليد من خلال الفحر كل دي إجراءات إلى جانب طبعا كمان خطة توثير والدخار للغاز كانت برضو بقالها حوالي ثلاث شهور أو شهرين ونصف خطة جايبة جدا قدرنا من خلالها النهاردة أن احنا نملة المخازن بتاعتنا كلها بالكامل بحيث نبقى متعدين وجاهزين للشتاء اللي جاي فيه بعد طبعا المشاكل اللي موجودة حاليا في السوق اللي هي موضوع ربط السعر وده فيه خطوات الفترة اللي جاية من خلال تدخل الحكومة حيث يكون فيه تقليل لسعر الضريبة إلى جانب ربط سعر السوق من خلال تدخل الحكومة يعني دي كلها إجراءات جيدة جدا بتحاول الحكومة من سعية أنها تحاول تربط لسوق وبنفس الوقت أنها تدعم المواطنة على قد ما تقدر أن نعدي الشتاء ده بس ونقدر أقول لحضراتنا الأزمة دي موجودة الشتاء ده بس بعد الشتاء ده ما فيهش أزمة في الغاز الطبيعي هتبقى موجودة في ألمانيا وده طبعا من خلال تعاون ألمانيا مع الدكارة وشركائها هو باب نتكلم على دول عربية أو دول أفريقية أو بعض من دول الأسيوان نعم لعلك تشير إلى زيارة مستشرة الألمانية إلى دولة الإمارات أمس ولكن هناك إجراء اتخذته اتخذه أصحاب المخابز في ألمانيا بتخفيض ساعات العمل لارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا مرضود هذا القرار يعني هو طبعا بتحاول مؤسسات كتير جدا مش المخابز بس هو أنها تشتغل بالشكل الضروري أو اللي هم محتاجين وفي نفس الوقت الأسعار مسببة لبعض المؤسسات الصناعية والتجارية مشاكل وما نقدرش ننكر الكلام ده كله وبناء عليه أصلا كان هنا فيه التوجه الحكومي بخطة الإدخار إن إحنا ما نوصلش في الشتاء إن إحنا نضطر نقفل بعض خطوط الإنتاج أو بعض المؤسسات إنها ما تقدرش تشتغل بسبب عدم توفر الغاز أو حتى بسبب سعره ما يبقاش مناسب لسعر المنتجات اللي هم بينتجوها ويوردوها للسوق وبالتالي كان مهم جدا إن يتقفي على المستوى الحكومي حاليا تدخل طريعه ده هيحصل الأيام اللي جايها لرابط السعر علشان مؤسسات اللي حراجزة القرطازية المحابس وغيرها أو حتى الشركات الكبيرة جدا تقدر إنها تحافظ على سعر المنتج بتاعها وفي نفس الوقت تقدر إنها تكمل شغلة من غير ما تخطر لأن النهاردة وسعر الطاقة في أي شركة بـ 200% 300% 400% وفي نفس الوقت الشركات دي والمؤسسات دي مرتبطة بعقود طويلة والأسعار في العقود دي سابتة مش يقدر النهاردة إنه هو يلتزم بالعقود والانتزامات بتاعها وبالتالي عندنا مشكلة تغييرها موجودة ولكن الحكومة بتسعى جاهزة في حلها وهو تدخل الحكومي الأيام اللي جاي برابط السعر غاز نعم الأساد حسين خضر عضو مجلس مدينة هيدنهاوزن الألمانية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك أكبر ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أصحاب المخابز في ألمانيا على تقليص ساعات العمل يأتي ذلك وسط أزمة كبيرة متمثلة في تضاعف أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية باتت الارتفاعات القياسية في أسعار الغاز في أوروبا تخنق المخابز الألمانية التي أجبرت على تقليص ساعات العمل أو حتى خفض درجات حرارة الطهي في بلد يعتمد على الخمز تعد المخابز من القطاعات الصناعية المتضررة بشدة جراء ارتفاع الأسعار حيث تضعفت أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة كما أن الطحين والزيت المكونان الرئيسيان للخبز أصبح من بين أكثر المواد تأثرا بالحصار الروسي للموانئ الأوكرانية وتبعا لذلك ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 18% في بلدان الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي مقارنة بها قبل عام وفق معهد أورستات للإحصاءات في تلك الأثناء أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراءات بنحو 100 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين في حين تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الدعم غير كاف إلى ذلك أجاجت مواقف لوزير الاقتصاد الألمانية روبرت هابك الغضب حين أشار الاحتمال توجه عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إلى إعلان الإفلاس تعد ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا وقد تعرضت لضغوط كبيرة بعدما خفضت روسيا الإمدادات في الأشهر الأخيرة وقبل العملية الروسية في أوكرانيا كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لكنها ردت على العقوبات الغربية التي فردت عليها بقطع الإمدادات بشكل تدريجي وإلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس رومين رديف رئيس جمهورية بلغاريا وصالح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة وقد أكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال أكد الحرص على استمرار تنصيق وتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وكذلك على التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه أكد على متانة العلاقات الودية بين مصر وبالغاريا وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين شهد معدل التضخم في المغرب ارتفاعا قياسيا لشهر السادس على التوالي ليبلغ ذروته عند ثمانية في المائة في أغسطس على أساس سنوي وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995 وأرجعت البيانات الرسمية في المغرب هذا الارتفاع إلى صعود أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل وتترقب الأسواق ما سيقرره بنك المغرب المركزي في اجتماعه غدا بشأن سعر الفائد الرئيسي إذ تتباين الترجيحات بين الإبقاء على السعر الحالي أو برفعه قليلا في ظل استمرار تسجيل معدل التضخم لمستويات قياسية أظهر مسح عن تضخم في الإمارات لعام 2022 أن 16% فقط من الشركات اتخذت بعض الإجراءات مثل دفع مبالغ مالية أو بزيادة بدل السكن مع سعيها للاحتفاظ بالعملين المتميزين لموازنة تأثير التضخم ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم 5.6% هذا العام ليكون أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2016 تشهده البلاد فاز حزب فراتيلي ديتاليا بقيادة جورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا ووفقا لعمليات الفرز لقد حصل حزب ديتاليا على ما يتراوح بين 22 و 26% من الأصوات في حين يتوقع أن يحصل حليفة الرابطة اليمينية وحزب فوروزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان وفي خطاب مقتضب أعلنت جورجيا ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة والتي ستمثل جميع الإيطاليين ترجمة نانسي قنقر بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهم منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية غداد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشارك في المناورات أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد بريجينلا قرب شبه الجزيرة الكورية حيث الحدود الملتهبة بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهم منذ عام 2018 فمع انتشار نحو 28500 جندي أمريكي على أراضي كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك السلاح النووي تسعى سول إلى تعزيز التحالف العسكري مع واشنطن بعد فشل محاولات التقارب الدبلوماسي مع بيونج يانجا المناورات التي تستمر أربعة أيام تشارك فيها أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد بريجين كما تشمل محاكاة لقتال بحري والتصدي لغواصات في إطار مناورات تيكتيكية وعمليات بحرية أخرى هذه المناورات انطلقت غداة اختبار بيونج يانج لصاروخ باليستية حيث أقرت كوريا الشمالية مطلع سبتمبر عقيدة جديدة تؤكد عدم تخليها أبدا عن السلاح النووي وتجري واشنطن وسول تدريبات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة ويشدد الحليفان على الطابع الدفاعي المحض لهذه المناورات إلا أن كوريا الشمالية تعتبرها تحضيرات لغزو لأراضيها في المستقبل والشهر الماضي أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما وكانت المناورات بين البلدين قد خفضت بسبب جائحة كورونا والتقارب الدبلوماسي بين سولو بيونج يانجا الذي لم يعد قائما الآن قال مسؤول من الإدارة الأمريكية أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا سيناقشان الشراكة في قضايا تايوان الأمنية وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن ترحب بزيادة القوة العسكرية لليابان وبدورها الأمني هذا ومن المقرر أن تشارك هاريس في جنازة رئيس الوزراء الياباني سابك شنزو أبي غدا بعد إجراء المحادثات مع كيشيدا اليوم في سياق النمتصل أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مباحثات مع نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي على هامش زيارتها لطوكيو للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شنزو أبي والمقرر إقاماتها غدا وعقد كيشيدا سلسلة من الاجتماعات مع شخصيات دولية ضمن الوفود التي وصلت توكيو للمشاركة في جنازة أبي وكان رئيس الوزراء الياباني السابق قد اغتيل في الثامن من يوليو الماضي وتم دفنه لكن الحكومة تنظم له مراسم جنازة تأبنية تقديرا لجهوده التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نائب الرئيس الاندونيسي معروف أمين في توكيو وذلك قبل يوم من جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شنزو أبي ويعقد كيشيدا سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية فيما تسمى بدبلوماسية الجنازة فيما يتعرض لانتقادات حول علاقات بين مشارعين في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وكنيسة التوحيد وهي منظمة يصفها معارضوها بأنها طائفية ويبرر كيشيدا إقامة الجنازة الرسمية بفترة الولاية الطويلة التي شاغلها أبي فضلا عن إنجازاته في الداخل والخارج أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عن مقتل أكثر من ثلاثين عنصرا من عناصر حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وأضف المسؤول الصومالي أن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة خمسة وخمسين من عناصر الحركة الإرهابية في محافظة جل جدود وسط البلاد مضيفا أن العناصر الإرهابية نفذت أربع هجمات أمس في محاولة لإظهار تمسكها أمام الضربات القوية للجيش الصومالي لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في فيضان في فنزويلا فيما اعتبر آخران في عداد المفقودين وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أعمار الضحايا تتراوح بين 12 عاما و25 عاما هذا وأعلنت السلطات أن فينزويلا التي سجلت في 2022 متساقطات تزيد عن المعدل الوسطي تكبدت أدرارا في عدة مناطق لقي خمسة مسعفين مصرعهم جراء الفيضانات التي سببها لإعصار نورو في الفلبين وقال المسؤول عن الكوارث الطبيعية في البلاد أن المسعفين لقوا حتفهم غرقا في فيضان نهر على الأرجح هذا وضرب الإعصار نورو الأحد جزيرة لزون مصطوبا برياح نعتية وأمطار شديدة الغزارة من جهته وجه الرئيس الفلبيني بإرسال مساعدات للمناطق المدضررة من الإعصار تشهد جزر الكناري الإسبانية أوضاعا صعبة بعدما غمرتها مياه الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة هيرمان تسببت الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة في إلغاء العديد من الرحلات الجوية كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تنبيها أحمر اللون بشأن الطقس غمرت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات جزر الكناري الأسبانية حيث انتقلت العاصفة هيرمان من فوق المحيط الأطلنطي إلى وجهة العطلات الشعبية أوضاع صعبة ومأساوية تسببت في إلغاء العديد من الرحلات الجوية كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية تنبيها أحمر اللون بشأن الطقس والتغير المناخي وانهمرت مياه الأمطار بعنف وشهدت الأشجار المتساقطة والسيارات المقلوبة رأسا على عقب في أعقاب اكتياح الإعصار هيرمن لجزر الكناري وفقا لوكانة الأرصاد الجوية الأسبانية فلم تهطل الأمطار خلال يوم واحد في سبتمبر الجاري بهذه المنطقة مثل ما حدث في الأسبوع الماضي وأغلقت الحكومة الإقليمية المدارس كإجراء احترازي كان من المتوقع أن تضرب هيرمن جزر الكناري باعتبارها عاصفة استوائية لكن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير خفض من تصنيفها إلى منخفض استوائي ومن المتوقع استمراره طول أمطار غزيرة حتى يوم الاثنين القادم ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق مركب في بنجلاديش إلى ما لا يقل عن 32 شخصا فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين وأوضح قائد الشرطة المحلية أن نحو 90 شخصا كانوا على متن المركب وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية وذكرت وسائل إعلام المحلية أن عشرة أشخاص على الأقل انقذوا ونقلوا إلى المستشفى تشهد أنحاء واسعة من العالم تشهد موجة غير مسبوقة من الأعاصير والعواصف الاستوائية التي تهدد ألاف سكان وتسببت في أضرار مادية كبيرة في كوبا أصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيرا من إمكانية تحول العاصف الاستوائية إيان إلى إعصار شديد الخطورة قد يتسبب في انهيارات بعدة مناطق موجة غير معتادة من الأعاصير والعواصف الاستوائية تضرب أنحاء واسعة من العالم وتهدد ألاف السكان فضلا عما تتسبب به من أضرار مادية كبيرة في كوبا أعلن المركز الوطني للأعاصير أن العاصف الاستوائية إيان تنطلق بسرعة صوب غرب البلاد وسط توقعات بتحولها إلى إعصار شديد الخطورة يضرب الجزيرة الكاريبية الحكومة الكوبية من جانبها أصدرت تحذيرا من الإعصار الذي يهدد عدد من المناطق مشيرة إلى أنه قد يتسبب في وقوع انهيارات محتملة في مناطق ذات تضاريس مرتفعة أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلن حاكم ولاية فلوريدا حالة الطوارئ بسبب اشتداد العاصفة إيان فوق منطقة البحر الكاريبي وطلبت السلطات ولاية فلوريدا المواطنين بالاستعداد وأخذ الحيطة والحذر مشيرة إلى أنه يتم التنصيق مع جميع شركاء الحكومة المحلية والسلطات الفيدرالية لتتبع الأثار المحتملة لهذه العاصفة في كندا كان الموعد مع العاصفة فيونا والتي ضربت الساحل الكندي وأدت إلى تدمير خطوط الكهرباء وجرفت المنازل وتسببت في خسائر فادحة ورغم أن السلطات الكندية خفضت تصنيف بيونة من أعصار إلى عاصفة استوائية إلا أنها نشرت تحذيرا للمواطنين من أجل أخذ درجات الحيطة والحذر في التعامل مع العاصفة الاستوائية التي وصفتها بغير المسبوقة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية بمنطقة جبل تقوق في محافظة أسوان الكشف الطبي على المواطنين ضمت القافلة عشرة تخصصات مختلفة بالإضافة لمعملية الدم والتفايليات والأشعة العادية وتم توقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان على المواطنين وتحويل عدد من المترددين على المستشفيات بأسوان القافلة جامت بمجهود كبير جدا حتى منهم في حالات بالتعالج هنا والحالات اللي بتحتاج لعمليات بتحول إلى المستشفيات فأنا أشكر كل من قام على هذا المجهود والقافلة أدمية مية والدكاتر اللي بيجي كويسين وولاد حلال وما بيسيبونه الكبار والصغير اللي بيكشف كله وبيدونه علاج نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع المواني المصرية لجهات أجنبية وأشدد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة النقل على أن المواني المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وأضف المركز الإعلامي أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والمواني البحرية تتم بأياد استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود تصدي لتغيرات المناخية ويرفع مستوى معيشة المواطن تضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية حيث أشار البنك الدولي إلى أن مصر تتبنى للمرة الأولى برنامجا وطنيا للإسكان يرتكز على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها كما أكد البنك الدولي في تقريره أن الحكومة تبدل جهودا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مبادراتها الإنمائية المختلفة وبرامج الإسكان الاجتماعي مثل برنامج سكن لكل المصريين أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة آفاق استراتيجية تناول خلاله قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ كوب 27 تناول الملف الرئيسي للعدد أبرز الاستعدادات المصرية لصدافة القمة فضلا عن التجارب الدولية في مجالي دبلوماسية وحوكمة المناخ وطرح العدد تساؤلا عما إذا كانت منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من اللحاق بالركب العالمي في مكافحة التغيرات المناخية كما تناول كذلك تطور الأليات والمؤتمرات والاتفاقيات الأممية لمكافحة التغيرات المناخية وصولا إلى قمة كوب 27 بشرم الشيخ أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح أن مصر بدلت جهودا عديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولعقد شراكات مع مختلف الدول جاء ذلك خلال استقباله إيفان يوكل سفير الجمهورية تشيكية لدى مصر لبحث آليات تطوير تعاون المشترك بين الجانبين وأشار صلاح إلى أن اللقاء شاهد بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني موضحا أنه تم مناقشة موضوعات التعاون الحالية وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون مثمر مع عدة شركات تشيكية في مجالات التصنيع العسكري والمدني المختلفة بحثت مصر مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من صندوق المناخ الأخضر في مصر جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والريء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمصر حيث تم استعراض التعاون في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلت نهر النيل بقيمة 31 مليون و400 ألف دولار من جانبه أشد الممثل المقيم للأمم المتحدة بمجهودات مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية خاصة في مجال حماية الشواطئ انطلقت فعليات مهرجان الإسماعلي الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين وذلك بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية العربية والأجنبية تستعرض الفرق المشاركة بالمهرجان فنون بلادها التراثية والمعبرة عن بيئاتها المختلفة بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية افتتح مهرجان الإسماعلي الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين بتشاركنا دول من اسيا ومن افريقيا دول عديدة عربية صديقة وشقيقة بشاركنا اكتر من عشر فرق على مستوى محافظات مصر بالكامل نحن اليوم نرسل رسالة تحية وسلام لكل العالم اللي عم بيشوفنا من خلال مهرجان العظيم والمحب للفنون دائما مهرجان إسماعليا انه فلسطين باقية وفلسطين رسالة سلام بفلكلورها وتراثها الموجود دائما نحن اليوم شاركنا وقدمنا لوحة فلسطينية بعنوان دمي فلسطيني ولقينا حفاوة استقبال وتحية كبيرة من جمهور الإسماعلي والجمهور المصري الدائما المحب لفلسطين الفرق المشاركة بالمهرجان استعرضت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الافتتاح حيث شاركت دول السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية وهي ملوي الحرية والشرقية وسوهاج ومطروح وأسوان والعريش وبورسعيد المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دوراته الثانية والعشرين الحقيقة من المهرجانات التي أثبتت جدارة في الاحتفال بفنون الشعبية خاصة مع التنوع الثري للفرق المشاركة العروض الفنية للفرق تقام اعتبارا من اليوم الاثنين حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري بعدد من المسارح داخل المحافظة لتشكل مركزا ثقافيا فنيا رائعا من جميع دول العالم في أرض مصر أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاج المحلية وخلال ترأس الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أشار وزير البترول طارق الملة إلى أن هناك احتمالات بترولية جديدة جيدة في منطقة البحر الأحمر حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع كبريات الشركات العالمية تبينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين المصريين للشراء مقابل مبيعات للعربي والأجانب أغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق عند مستوى 687.3 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 9845 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة صعيد مؤشر EGX100 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة هبط الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي مع تدافع المتعاملين لبيعه وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستضغط على أوضاع المالية العامة إلى أقصى حد وهبط الاسترليني بنسبة 4.9% إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلاً دولاراً وثلاثة سنتات وساعد الانخفاض الحاد في الاسترليني مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية ما في ذلك الاسترليني واليورو إلى أعلى مستوى له منذ عشرين عاماً وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالإصراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومع عدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متبعة الرئيس السيسي لمستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء أدانة مصر الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأة ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلية وأكدت وزارة الخارجية على أن استمرار مثل تلك الخروقات وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقود من فرص تحقيق التسويات العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين وحضرت الخارجية في بيانها من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف وتضع المزيد من المعويقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوي رئيس مجلس الشيوخ يتوجه اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع للعاصمة الفرنسية باريس إطلاق نار على مركز تجنيد للجيش الروسي في سيبيريا ومقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بمدرسة وسط روسيا وبوتين يعتبره عملا إرهابيا منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي وتتوقع مواصلة دفع ثمن الحرب بأوكرانيا في عشرين ثلاثة وعشرين وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة